ثم أما بد فنزولاً تحت رغبة بعض الإخوة نعيد ما ذكرناه من قضايا تتعلق بدرس الإنفاق وذلك انطلاقاً من قوله جل وعلا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً المسلم كما كان قديماً في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعهد أصحابه التابعين التابعين للتابعين تبع التابعين من الصالحين إلى يوم الدين المسلم في أمر الإنفاق يفرق بين ما يكون لنفسه وبين ما يكون لله فهو على نفسه يقتل وهو لله جواد كريم يعطي كالريح المرسلة وكثير من الناس لا يضبط أمر هذه المعادلة فيقتل حيث ينبغي أن يكون جواداً كريماً ويسريف حيث ينبغي أن يكون قابضاً يده أو مقتل مقتصد والمتأمل لقول الله جل وعلا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً يدرك أن هذه الآية قد ذكرت الأمرين معاً الإعطاء والإيتاء والإنفاق وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فهذا أمر آتي في الأمر ثم جاء النهي ولا تبذر تبذيراً نهي إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لرب لي كفور وكثير من الناس يظن ويتوهم أن النهي متعلق في هذه الآية أساساً بالأمر والحقيقة ليست كذلك بل الأمر هاهنا أو النهي بالأحرى معناً مستأنف جديد لا علاقة له بأنهي السابق وبيان ذلك كما يريب حول الله بمعنى مبسط تحرم واحد كي تصور بأنه ولا تبذير تبذيراً عندها علاقة بقوله تعالى وآتي ذا القربة حقه زعمة من اللي تكون تعطي المسكين القريب والمسكين والمسكين وبن السبيل كي تتوهمه بعض الناس أنه ما تكترش لزاف أعطيه ولكن ما تكترش لزاف هذا خطأ في الفهم وكتب العلم على غير هذا من محقيقي المفسري وإنما القصد أن الإنسان حينما يؤمر بإيتاء ذي القربة والمسكين وبن السبيل ومن على شاكلة هؤلاء السلاثة قد الإنسان ما كيجيه الأمر من رب العالمين كيقول له ربي تعالى ما تنساش حق بن عمك ذي القربة من عائلة ذي أمامك أخوالك أبناء أعمامك أخواتك إخوانك أبنائهم جميعا يعني بصفة عامة الرحم القريبة والبعيدة ما ينبغي للمؤمنين أن ينساها في الإنفاق صدق عليهم ويعطيهم إن كانوا من الفقراء المحتاجين لما كيجيه هذا الأمر هذا ويعطيه لهؤلاء والمسكين بصفة عامة والمسكين ومن السبيل إنسان لبراني ومحتاج من طالبة العلم مثلا ومن كل شخصين الرجل كان أمرأة عابل سبيل لا يجد ما يتم به سفر ومن على شاكلة هذا ولك لأن هذه العبارة بثلاثة جمعين جميع معاندي الاحتياج كيقدر الإنسان يقول طيب أنا بغيت نعطيه لكن ما عندي قد يدعي الإنسان أنه ليس لديه ما ينفق فهذه الدعوة هذا الكلام ديه ما عنديش هذه الدعوة لأنه بغي أن تحقق في ضوء قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا لأنه أحد العدد كثير من الناس ما عندهم شما يعطيه ولا براني ولا القريب علاش مش لأنه مخصوص لأنه يضيع الفلوس ها المشكل في الكين لأنه مبذرون من المبذرين ولا تبذر تبذيرا أي لا يجلز لك أن تنسى وأن تتنفق على نفسك في طعامك وشرابك ولباسك وكل ما تتمتع بهم من متع الدنيا لا ينبغي أن تنسى أهلك من قرابتك المخصوصين المحتاجين الفقراء ولا تنسى المساكين ولا تنسى أبناء السبيل ولا تنسى كل من هو في حاجة إلى المساعدة ولذلك قال ولا تبذير تبذيرا مش يعني أعطيهم وما تكترش لهم لا ما تكترش على رصف لا ينبغي أن تنفق بصورة فيها إصراف تبذير فيما أنت تقبل عليه من شهوات الحياة الدنيا حتى تبقي حقوق أولي القربى والمساكين وأبناء السبيل لكي تقدر تعطيه لأصحاب الحقوق حقوقهم لا تبذير تبذيرا وهذا كلام مليح صحيح من حيث المعنى أقصد المعنى الذي ذهب إليه كثير من المفسرين والعلماء المحققين في تفسير الآية وإلا إذا قلنا أنه يعني إذا أعطيت المسكين وعطيته كثير من قياسه وأولي القربى حتى ما خلت الرسكواله رهما مزيانش فكيف نصنع بما فعل أبو بكرين رضي الله عنه وأرضاه حيث أعطى ما له كله